اشتركوا في القناة ونبتدي بعد كده النوضة مرحبا المسلمين بقى يا فرحة كل ما نكلمهم يقولون الكرآن كرم مريم ونجيب كحكة عندهم ونحب سيدنا عيسى ونأكل عند أمو ويليام وصحابي كلهم مسحين ونأكل عند بعض وعندنا صورة باسم مريم هل قرم الكرآن مريم؟ هل اسم مريم؟ يعني أنا مثلا صورة البقرة هل كده كرم البقرة صورة المنافقون كرم المنافقون طبعا لا بس يعني هما يعني لأن ما فيش ولا اسمه واحدة ست زكرة في القرآن وإحنا هنعرف لي دلوقتي ففاكرين ذا تكريم ما فيش تشغيل يعني ما فيش تشغيل كده طب ما فيه البقرة طب ما فيه النمل طب ما فيه العنكبوت هل الله كرم المنافقين مثلا عمل لهم صورة عمل لهم صورة هو المسلم بياخد الكلام إنه هو صغير وبيجبر به ما بيفكرش بعد كده زي ما تدي له أنت هو صغير كلام ما بيفكرش ويطلع به بقواه كبير تفكير طفولي خالص خلينا نشوف ليه سمي يعني ليه تسمت صورة باسم مريم يقول لنا كده ايه في صورة الإنساء 171 تفسير الكرطبي قول ايه لم يذكر الله عز وجل امرأة وسمها باسمها في كتابه إلا مريم يعني حوة ما تذكرتش ولا حوة عائشة ما تذكرتش ما أن عائشة تهمت بالزنة اه اتهموها بالزنة ما فوت يدفع عنها أصلا يعني ما فيش خديجة اللي هي عملت شغلانة كلها ما جاتش يسمعها ولا واحدة لكن بيقول كده لم يذكر الله عز وجل امرأة وسمها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضع الحكمة ذكرها بعض الأشيخ يعني 30 مرة فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ يعني فيش واحد يقول يعني حتى غير دلوقتي يا فرح في مجتمعنا العربية يعني بيعتبروا نفسهم هم ملوك وأشراف فما يذكروش أسماء زوجتهم على الملأ دلوقتي في مصر وفي أي بلد عربية حد بيقدر يقول مراتوا في الشيرة كده يا فاطمة لا أنا ماما وابا كان يقول حجة الجماعة مستحيل يقول لها وقام الناس جماعة تعم يسمع حلو حكومة لا 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 الجماعة كده أه أه أم محمد أم مش عرف مين حرم فلان ميقولوش أسامي لأن الده بيعتبروه أن أنت لما نقول اسمها ده بتزل الاسم عيب عيب حاجة عيب فبيقولك كده فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائلهم في الملأ ولا يبتزلون أسمائهم بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك فإن ذكروا الإيماء لم يكنوا عنهن ولن يصونوا أسمائهن عن الزكر والتسريح بها فلما قالت أنا صار في مريم ما قالت بعيني إحنا ما قلناش حاجة إحنا قلنا حاجة مريم القديسة القديسة مريم وفي ابنها صرح الله بإسمائيل بس هنبتزل بقى يا الله كده مدام أنتو قلتو إحنا اللي حنبتزل أنا هبتزلكوا الاسم وهاقوله مريم مريم يا ابن مريم يا ابن مريم ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هيسفها الله وأجرى الكلام على العدد العرف في ذكر إيه؟ إيماءها يبقى هل ده تكريم؟ لأ طبعا لأ طبع أنتو بتقوله مريم ده أنا هبتزلكوا الاسم خالص بحسب العرف بتاعهم ده احتقار طبعا لكن إحنا ما عندناش أي مشكلة ولا اليهود لأن اليهود كانوا بيذكروا أسماء النساء بيذكروا أسماء المشكلة وكان عندهم قادي امرأة يعني من القضاء رعوس ونبي لا مش رعوس دابورة دابورة وبيذكروا الأسماء النساء مريم أخت موسى عادي كانت نبية نبية فحوة ما ذكر هو يعرف حوة غير من الكتاب المقدس بالضبط فأسماء النساء كانت عادي جدا ما فيش العرب هما اللي كان عندهم مشكلة يعني ومن ضمن الاهتمام يا مارينا والاحترام لمريم في في سورة مريم 28 يا أخت هارون ما كان أبوك امرئسه وما كانت أمك بغية أول حاجة أول حاجة كلمة البغية دي معناها اللي عايشة في الضعرة غير الزانية الزانية دي ممكن تكون عملتها مرة واحدة يعني كل بغية هي زانية لكن مش كل زانية أي بغية آه آه طبعا في يا أخت هارون ما كان أبوك امرئسه وما كانت أمك بغية آه فالمسلمين بقى بيعتبروا أن دي تكريم لمريم آه لا أنت لو حد جه قال لك قال للمسلم يعني آه يا مسلم أنت بصراحة أنت إنسان كويس قوي أنت محترم محترم جدا لماك عهرة ولا أبوك آه مثلا بقرون حيب ده معناه أن أنا بشتمو بس إيه بطريقة غير مباشرة بكلام غير مباشر آه بيسموه في الإسلام التعريض آه ما أبوك امرئسه طيب زي المعاريد كده التعريض وهاليا آه مارينة القصف بس بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة دي تم دي تم قصف بطريقة غير مباشرة دي نمرة واحد آه هل اليهود اتهموا مريم بأي حاجة لا أبدا إطلاقا طب ليه يا فرحة ما اتهمهاش يعني فاهم فاهم المصري أنا حقوله صدقيني كتبها في النوس بتاعتك الليه ليه محمد خايف أنه يذكر شخص مهم جدا 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 هو يوسف المجار اللي هو خطبها في بين قصين مكتوب كتابها على يوسف النجار رجلها رجلها ده ما نمشي معها آه لكن ربنا عمل في العرف وقتها آه بس ربنا عمل آه غطاء علشان الست دي القديسة دي محدش التامة بالزنا في طفل حييجي كلمة الله حييجي منها يعني العزراء المخطوبة اللي بيقول عليها كتاب المقدس كأنها في حكم كتب الكتاب في حكم كتب الكتاب وفي نظر اليهود ده جزء خلاص في العرف العرف ده رجلها حتى لو حاملت من جزء ما فيش مشكلة دي مش زانية ده جزء فليه محمد لم يذكر اسم يوسف النجار يبقى إذن هذه الآية كانت مقصودة فيها قصر طب إحنا ممكن ندي برضو لمحة إن في حاجة في مصر يعني على واحد القصوص اسمها رحلة العائلة المقدسة فح ليه المسلم ما بيجيبش مخه مين يوسف ده يعني لك قرآن مش جايب سرته هو بس العنوان بس رحلة العائلة المقدسة مين العائلة المقدسة لو سألتي عائلة يعني أب لا لا يقول لك ستينة مريم سيدنا عيسى لا وكان معهم حد كمان أي وهم حتى دي بيخفوها على الناس يا مرينا بيخفوها على الناس العائلة المقدسة عائلة أب وأم وطفق دي اسمها عائلة وكانوا المسيح في الإنجل لما يجوا يقروا يعني إن شاء الله المسلم يفتحوا عليه كانوا يقول أليس هذا ابن النجار ابن يوسف بقى ومرة تانية وابن يوسف يعني معروف وسط الناس أليس هذا ابن النجار يبقى الله عمل غطاء يا مرينا على على سيدة العزراء الطاهرة القديسة مريم علشان ما حدش اتهمها بالزنا ولأن لو اتهمت بالزنا كان تم رجمها طبعا يعني دلوقتي الآية قولها مرة كمان بعد ما فهمنا يا أخت هارون ما كان أبوك يا أمري سوء وما كانت أمك بغير من اللي اتهم مريم بالزنا غير الإسلام الكرآن بس ولا النصارة قالت فيها حاجة ولا اليهود قالوا فيها حاجة انتوا اللي بت تقولوا عليها إشاعة والإشاعة دي لما بتتكرر يعني مش كويس عايب دي شتيمة صد وخلينا كمان نشوف حاجة كمان وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبست من أهلها مكانا شرقيا دي سورة مريم 16 وكمان 17 بتقول إيه فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحانا فتمثل لها بشرا سويا طب أنا دلوقتي واحدة بنت هتطلع تجري من أهلها وتروح في مكان شرق إيه المكان الشرقي ده انتبست من أهلها مكانا شرقيا بعدت عن أهلها قبل ما أي حاجة تحصل هي من نفسها كده هي هربت ماشت من أهلها تفشت تفشت من أهلها دي ما بترس راح تسلم دي إيه انتبست من أهلها مكانا شرقيا أنا عايز أفهم يعني لأني ماشت من البيت وراحت لوحدها وطبعا كذبة كبيرة يعني في مجتمع شرقي ما تسيبش أهلها اليهود برضو يعتبر مجتمع شرقي طبعا ما فيش وهي يهودية يعني مريم كانت يهودية إيه انتبست من أهلها مكانا شرقيا راح تهربت من البيت آه مها هربت آه ما ده دليل عشان هي بعد كده رجعت لقوناها بالعيل وبتاعها هربت يعني هي حتى في دمخها أنها تعمل حاجة آه كانت هربانا هربانا راح جالها راجل جالها راجل طبعا وقال لأنا هايب لك يا بولا هي شايف المستقبل فهي هربانا عشان الراجل ده يجلق وتقول لأنا مش بغيا برضو آه بشرا سوي يعني بشرا سوي بشرا سوي راجل راجل إيه مفتول مجانس راجل أهو رجل مجانس أهو جالها راجل آه عزراء بعيد عن أهلها وجالها بقى راجل هل ده داتا كريم يعني أحنا عايزين نفهم داتا كريم لأ طبعا ده كلام فاضي كله حكايات ملاش أي أساس مستحف لما جالها الراجل بقى هنكمل عمل لها ايه الراجل ده قال أول مجاد الراجل كده أعوذ بالله من الرحمن منك إن كنت طقية إني أعوذ بالرحمن منك عمل إيه عشان تقول أعوذ بالله من الرحمن منك إن كنت طقية يعني في حاجة إيه الفكرة اللي جات لك أول ما تشوفي راجل وإيه اللي عملوا الراجل عشان تقول إن كنت طقية وعوذ بالرحمن منك أنا هستعيز من التقي مثلا فقال إنما أنا رسول ربك ما تخفيش يا نونو ما تخفيش يا مريم أنا رسول ربك لا أهب لك غلاما زكي وعلى إزاي راجل بيقول لها أنا هوهم لك غلاما أنا هوهم لك يبقى إيه معناها لا أهب لك غلاما قالت أني أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر إزاي تخيلي مريم إيه اللي قرفت مريم تتكلم إزاي هكون لها غلام ولم يمسسني بشر لا ولم أكن بغيا وأنا مش كذا عاهرة مريم هتقول أنا مش عاهرة عيب مريم اللي استفاها ربنا هتكون ألفاظها أنا مش لمؤخذة كلمة بغيا دي يعني لمؤخذة جامد شوف يا فرحة يعني بتشتغل الشغلانة دي دي شغلتها مزانية دي شغلتها بصي هنا أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا دي بتقالك أن هي يعني في تفسير من تفسيرتي قل لك إيه أن التقي ده بيكون أكثر شهوة طبعا يا لهوي تقي يكون أكثر شهوة من الناس العادية عشان هو تقي فهي بتقول له أنت تقي يا ماما أنا خايفة منك آه لأن أنت مجانس إيه ده يعني فعلا ما في طول العضلات يعني لو المسلم يقرى الإنجيل ويشوف الفرق بين الكلام اللي طلع من لسان مريم لما جالها الملك ولا في صورة رجل ولا حاجة أنا كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرامة رجل يا سلام بس كده فقال لها استفسرت منه السؤال بسيط وبعدين رح ليوسف وظهر ليوسف في المنام ما تخافش كذا حصل كذا كذا بس خلق بص الموضوع منتق لكن ده رجل يجي لها وهي وستة الوحدها بنت الوحدها ولأ لأ أنا مش بغي طبعا كان بيعمل معاك إيه أنا نشوف كان بيعمل معاك في صورة التحريم 12 بيقول إيه ومريم ابنة يا مرونة التي أحصن تفرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يعني مريم ابنة عمران اللي جالها لسورة الرجل ده بيقول إيه أحصنت فرجها طبعا ما فيش يعني الألفاظ دي يعني لا تقال عيب وهي في حد واحدة عفيفة هو الفرج بس اللي بيثبت إن الواحدة عفيفة أو لأ الواحدة بتعرف هي السادة المحترمة من دمخها من دمخها محترمة كلها تبقى محترمة كده يبقى محترمة لكن هي هاو عندهم الفرج بس وبعدين مش عيب يذكر العورة أصلا بالذات عيب قول أحصنت نفسها أحصنت عفتها كده يعني كلام محترم لكن إيه أحصنت فرجها وبعدين راح إيه الراجل قال لها عمل إيه فنفخنا فيه في في الفرج نفسه عيب 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 كلام عيب بعدين التفسير يقول لك إيه بصي وقوله مريم إمنا تامران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته والإحصنه والعفف والحرية فنفخنا فيه من روحنا أي بوسطة الملك اللي هو جالها في سورة راجل وهو جبرير فإن الله تعالى بعثاه إليها فتمثل لها في سورة بشر ساوي راجل هينفق عيب عيب يا مسلمين يا مسلمين عيب والزئة لأن منظر أنا مش قادرة تتخيله يعني ما هيعملت تقوله أنا ماشا أنا مش كده أنا مش بغية بيختصبها بتاع يمكن كان بيختصبها تمثل لها في سورة بشر ساوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه ببقه راجل 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 بينفخ في جايب دراعها هو الفرجيها بس المفسرين يتكسفوا قالك في جايب دراعها هم ما سمعوني وأنا بقول إخس جيب الدراع اللي هو فتحة الصدر عيب برضو عيب هو ده الفرج برضو عيب حتى لو كده عيب راجل تسور واحدة قرب عليها راجل عشان ينفخ إيه كلام الفاضي ده أصلا بعدين بعدين فنزلت النفخة فولجت في فرجها قالك يبقى الفرجي بقى إيه فكان الحمل بايس وما كانش هنا بقى لأ النفخة فضلت ماشية غاية ما راحت الفرج وولجت وولجت دي يعني خلص إنها زي الجواز يعني الإلاج يعني زي الإلاج فيبقى هيا كده انتو دي كرمتوها وأن هي عزراء يعني هو مش فاهم المسيح جيه إزاي فقال لك تب أنا أعمل إيه هي ما اتجوزتش لازم أجيب لها راجل وينفخ ويعمل وكده وهي تقول له لأ ويعوزوا بالله منك وصور الطريقة بالفكر بتاع محمد مش الفكر الحقيقي بتاع ربنا خليني أقول بسرعة يا مرينا قالت ربي أني أنا في ألو عمران 47 قالت أن يكون لي ولده لم يمسسني بشر كذا أكمل بقى ألو عمران 47 أه تفسير في الكرطبي قال إيه الواقع نفخ جبريت في رحمها فعلقت بذلك وقال بعضهم لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريت لأنه يصير الولد بعض من الملايكة وبعض من الإنس طب يا مرينا لو النفخ من الله حيكون بعض من الله وبعض من الإنس تفكيرته فولي تفكيرته آه آه ولكن سبب في التفسير لكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميساق من زريته جعل بعض الماء في أصلب الأباء وبعضه في أرحم الأمات فإذا اجتمع الماء صار ولدا وإن الله تعالى المصيبة جعل الماء جميعا في مريم بعضه في رحمها وبعضه في صلبها يعني مريم بقت خنسة مخنص مش عدريني تكمل أكتر من كده فنفخة فيه جبريل وبعدين الكلام بقى هنحطه على التاكس عشان عيب الكلام بصراحة عيب هنحطه قدامك عشان تشوف النفخ عشان يعمل فيها إيه ليه ومطلعها خنسة مطلعها خنسة عشان الماء يلتقوا ببعض جواها وتخلف ده تفكير مين تفكير محمد وتفكير المسلمين وقتها اللي هما بيفسروا محدش قال كده أصلا خالص لليهود ولا أي حد فده كان النهاردة موضوعنا هل كرمت مريم في الكرآن وحطينا الموضوع قدامك تحت المجهر وتابعونا في الحلقة الجاية في مواضيع جديدة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة